إن هذه الرحلة المعجزة شدت انتباه المسلمين إلى خصوصية القدس فمن لي دخل النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله سبحانه وتعالى له الأنبياء والرسل فصلى بهم إماما في المسجد الأقصى دخله رقر إلى القدس دخول المنتصرين وفي هذه الآونة وصله خطاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل القدس في كل تواضع وعزة قال قولته المشهورة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغين العزة في غيره أذلنا الله وكان الذي أذن بعد ذلك لأول صلاة هو بلال رضي الله عنه وكان قد امتنع عن الأذان منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لم يبنوا في القدس أي حضارة أو ثقافة ما بل بناها المسلمون وعمروها واعتنوا بها أي ما اعتناء هنا التاريخ والمسرى وفخر طيب الذكرى هنا الأقصى هنا الإسرى هنا الأمجاد والبشرى هنا التاريخ والمسرى وفخر طيب الذكرى هنا الأقصى هنا الإسرى هنا الأمجاد والبشرى أحاديث وأحداث بأرض الفضل واليسرى يطيب الذكر إن ذكرت وتجلو الهم والعسرى فأرض القدس قد سقيت بنهر الغزو والأسرى فألق الرحل مفتخرا بأرض الرسل والمسرى بأرض الرسل والمسرى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموله أما بعد فبعد انتصار فارسة على الروم كما أسلفنا في الحلقة الماضية بعد انتصارهم بسنوة قليلة وقعت حادثة الإسراء والمعراج وهي أكبر التفاثة في تاريخنا الإسلامي إلى مكانة القدس وأهميتها الدينية لدى المسلمين فقد كان بالإمكان أن يكون المعراج مباشرة من مكة إلى السماء لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون المعراج من بيت المقدس ونزلت في ذلك الآيات الكريمات قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد النقص الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وهنا نطرح سؤالا هل هناك حكمة إلهية في اختيار الله عز وجل للقدس وبيت المقدس ليكون بوابة إلى السماء مع إمكانية وقوع ذلك في مكة مهبط الوحي فمن لي دخل نبي عليه الصلاة والسلام جمع الله سبحانه وتعالى له الأنبياء والرسل فصلى بهم إماما في المسجد الأقصر علما قلنا أن هذا بعض غيبي كان من الممكن أن يجمع له الأنبياء والرسل في مكة على اعتبارنا يلغطون قبلات المسلمين لا هم هبط الوحي هذو الأنبياء والرسل الأغلبية الساحقة ديانهم بعثوا في بني إسرائيل وقبلة المسلمين يقول المسلمين قبل النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا هارون مع جميع الأنبياء والرسل من قبل كانت قبلتهم الحج كانوا كيحجوا في مكة لكن قبلتهم كانت قبلتهم هي المسجد الأقصر فهذا فيه نوع بشارة أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء تثبيت لأنه هو مكمل هذه الرسالات كلها هذه وحدة أنه لم يأتي بشيء منفصل أو منعزل ومكمل للرسالات كلها المسألة الثانية هو أن هذه الريادة التي كانت عند بني إسرائيل بسبب إفسادهم في الأرض فإن الله عز وجل نقل الريادة منهم إلى هذه الأمة الطيبة المباركة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنه صلى بهم إماما علامة انتقال الرسالة من بني إسرائيل اللواء دي لا ينتقل من بني إسرائيل أن القرآن الكريم زاخر بما أكدته الشواهد التاريخية فكلما جاءكم رسوم بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون هذه هي قدمتهم ما مجبتين على القناة الهوى مرحبا ما جيتيناش على الهوى إما غنطردوك إما غنقتلوك إما غنعدبوك فهذه قتلات الأنبياء الله عز وجل خدمتهم من ريادة وجعلها لهذه الأمة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الحق سبحانه وتعالى له في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فكان المسجد الأقصى نوع امتداد للمسجد الحرام كان النبي عليه الصلاة والسلام شاء ليأخذ المشعل من المسجد الأقصى بالبني إسرائيل ويعيده إلى مكة فإلى ذلك المكان المقدس أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماوات العلاء فكان أعظم ما حدث في حياته صلى الله عليه وسلم منذ البعثة إن هذه الرحلة المعجزة شدت انتباه المسلمين إلى خصوصية القدس ومنزلتها العظيمة عند الله عز وجل فقد أحيى الله تعالى الأنبياء والمرسلين للنبي صلى الله عليه وسلم أحياهم له في الأقصى حتى صلى بهم إماما ليجتمعوا لأول مرة في ذلك المكان الطاهر ولم يجتمع الأنبياء قط على الأرض في غير هذا المكان فشرفه بهم فكانت تلك أعظم صلاة في التاريخ ثم بعد الهجرة النبوية بخمسة أعوام قام الروم بمهاجمة الفرس في فلسطين واستطاعوا أن يهزمهم ومن غرابة الأمر أن اليهود شاركوا مع النصارى في معركتهم ضد الفرس وكان أن تلقى اليهود وعودا من النصارى بتمكينهم في أرض فلسطين فيما لو قاتلوا إلى جانبهم وتمت هزيمة الفرس وتحقق وعد الله تعالى في القرآن الكريم في أقل من تسع سنين كما أخبر سبحانه وتعالى تماما ورغم أن النصارى وعدوا اليهود بإعطائهم المكانة إلا أنهم نكثوا العهد معهم وانتقموا منهم فقتلوا منهم خلقا كثيرا وفر الباقون خارج فلسطين واختفى قسم منهم داخلها فلم يبقى لهم ذكر في الأرض المقدسة دخله رقر إلى القدس دخول المنتصرين وفي هذه الآونة وصله خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ولكنه خاف على ملكه أن يزول بسبب إشهار إسلامه فآثر البقاء على دين النصارى فأرسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب مفاده أنه قد أسلم ولكنه في الحقيقة بقي على دينه حفاظا على ملكه وفي العام السابع بعد الهجرة حدثت غزوة خيبر بين المسلمين واليهود وكانت هذه الغزوة حصيلة عدة معارك بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود في المدينة وكل تلك الغزوات حدثت بسبب خيانات يهودية متوالية فتحت باب الصراع بين المسلمين واليهود فكان من أمر اليهود أن فروا من يثربة وتجمأوا في خيبر ولقد كانت مؤامرات اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كثيرة جدا منتهكين بذلك كل العهود والمواثيق التي أتوها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادتهم وكانت خياناتهم الكبرى في غزوة الأحزاب في القصة المعروفة فانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام بعمرة الحديبية حيث صالح قريشا فأمن جبهتهم أولا ثم تفرغ لأمر اليهود فقام بجمع صحابته واتخذ قرارا بمهاجمة اليهود في خيبر فدمرهم وقضى على حصونهم غير أنهم توسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم في البقاء في أرضهم على أن يكونوا أجراء عنده وقالوا نعمل في مزارعنا ونعطيك غلالها فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبقي أكثرهم أجراء لدى المسلمين ورحل قسم منهم نحو فلسطين ممن ذاق به العيش تحت هذه الحال ولم يستمر الحال طويرا على هذا الشعب الذي تعود الخيانة والغدر فلم يأتي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى جددوا الخيانة ونكثوا عهدهم فقاموا بقتل أحد المسلمين غدرا فاتخذ به عمر قراره الحكيم الصائب فكان أن أجلاهم عن المدينة بالكامل وطردهم من جزيرة العرب إلى غير رجعة فرحلوا أولا إلى سيناء فقام عمر رضي الله عنه بطرده منها أيضا فتوجهوا نحو فلسطين وبدأ من جديد التجمع اليهودي في فلسطين وفي العام الحادي عشر للهجرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت حروب الردة وبعد أن سيطر أبو بكر رضي الله عنه على الوضع في الجزيرة العربية جيش الجيوش للتوجه نحو فارس والروم دفعة واحدة في قرار من أعظم قرارات التاريخ دولة إسلامية ثتية تبدأ بحرب على أعظم دولتين في العالم وقتها فارس والروم ففي العام الثالث عشر للهجرة أمر أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة بالانتقال إلى الشام للقاء فارس والروم ثم أرسل إلى خالد بن الوديد الذي كان في العراق للحاق به فوصل إلى هناك في خمسة أيام فقط مجتازا الصحراء المنتهبة بشكل مذهل وصل خالد بن الوديد والمسلمون منتظمون في أربعة جيوش ودعاهم خطيبا إلى التحلي بالإخلاص لله تبارك وتعالى في الجهاد وقترح توحيد الجيوش في جيش واحد يتولى قائد مختلف قيادته في كل يوم من أيام الحرب وبدأت المعارك المتتالية بين المسلمين والروم وتميزت بمعركة أجنادين في جنوب غرب القدس عام أربعة عشر للهجرة وانتهت المعركة بانتصار هائر للمسلمين على الروم وفي نفس العام توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتولى عمر بن الخطاب الخلافة بعده واستمرت المعارك في الشام والعراق وفارس تحت قيادته رضي الله عنه وأرضاه وبعد ذلك حدثت معركة فتح الشام وتلتها فتح بعلبك وحمص وقرر الروم أن يجمعوا جيشا ضخما لمواجهة المسلمين وفي هذا الصياق انسحب أبو عبيدة من حمص لجمع المزيد من المسلمين تحت لواء واحد وقرر إعادة الجزية التي كان قد فرضها على أهل حمص أرجعها لهم من أجل حمايتهم الشيء الذي أثار إعجابا واحتراما تاريخيين استغل خالد بن الوريد موقع المعركة حيث كانت قرب هاوية فضغط على جيش الروم وقادهم نحوها حتى سقط الآلاف من جيش الروم وذلك لما يسقط أحد أفراد الجندي يتبعه آخرون حيث كان كل عشرة منهم مسلسلين في سلسلة واحدة حتى لا يفروا من القتال فكانت وبالا عليهم فقتل منهم حوالي مائة وثلاثون ألف جندي بينما استشهد من جيش المسلمين ثلاثة آلاف فقط بعد هذه الهزيمة الساحقة انسحب جيش الروم وهرقل من الشام فتحرك عمر بن العاص رضي الله عنه بجيشه نحو القدس بعد تحرير وتطهير غزة ونابوس واللد ويافا ورفح وغيرها فاتحصن النصارى في القدس واستمر القتال لمدة عشرة أيام وكان من قادة الجيوش خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعشر حبيل رضي الله عنهم أجمعين وفي اليوم الحادي عشر لحق بهم أبو عبيدة بن جراحي رضي الله عنه حيث عينه عمر بن الخطاب على رئاسة الجيوش بعد خالد فلما رآه المسلمون كبروا تكبيرا عظيما أدخل الرعب في قلوب الروم وطال الحصار على القدس أربعة أشهر ففاود الروم على الصلح مع دفع الجزية واشترطوا ألا يدخلها أحد قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسل إليه فخرج على بعير واحد يتناوبه هو وغلام الله حتى إذا وصل القدس في كل تواضع وعزة قال قولته المشهورة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ثم كتب معاهدة بين المسلمين والنصارى وصميت تلك المعاهدة بالعهدة العمرية وبقيت مشهورة إلى يومنا هذا أعطاهم فيها عمر رضي الله عنه الأمان في القدس وأمن عبادتهم وكنائسهم ومقدساتهم بأنها لا تهدم ولا تمس وبذلك عرفت القدس أرحم فاتح لها في التاريخ فقد مر في تاريخ القدس الذي ذكرناه أن كل من كان يغز القدس كان يهدمها كاملة ويقتل أهلها فانظر يا رعاك الله رحمة المسلمين وأخلاقهم واشترط فيها عمر على النصارى أن يعطوا الجزية وأن لا يسكن بإيليا أي القدس أحد معهم من اليهود ثم دخل عمر بعد هذه المعاهدة القدس واستمر في تجواله باحثا عن المسجد الأقصى حتى دل عليه فوجده وقد حوله النصارى إلى مكان لإلقاء القمامة والقذارة فشمر عمر رضي الله عنه عن ساعديه وبدأ يكنس وينظف المسجد والمسلمون ينظفون معه ثم أخذ عباءته فصلى عليها ثم تركها هناك فكانت أول صلاة للمسلمين في المسجد الأقصى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإصراء والمعراج وكان الذي أذن بعد ذلك لأول صلاة هو بلال رضي الله عنه وكان قد امتنع عن الأذان منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر عمر رضي الله عنه فورا ببناء المسجد الأقصى فبناه المسلمون من خشب يتسع لثلاثة آلاف مصل وأخذ المسلمون يتوافدون للصلاة في هذا المكان المبارك هكذا كان فتح القدس وهكذا عادت المكانة العظيمة التي كانت للمسجد الأقصى بعد الإهانة التي فعلها النصارى فيه وفي العام الثامن عشر للهجرة انتشر طاعون عمواس في فلسطين فكان أكبر طاعون يصيب المنطقة فقتل من الناس ثمانية عشر ألفا وكان عدد كبير من المسلمين قد مات في هذا الطاعون فعين أبو عبيدة رضي الله عنه شابا صغيرا ليكون حاكما عنه على بلاد الشام وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم فكان أول وال على بلاد الشام شملت فلسطين والأردن ولبلان وسوريا وظل يحكمها عشرين سنة إلى أن صار خليفة ثم حكمها عشرين سنة أخرى بعد الخلافة فكانت أربعين سنة لم تحدث فيها فتنة واحدة وفي العام العشرين للهجرة ترك عمر بن العاصي فلسطين وانتقل لحوى مصر ففتحها ودخل أهر مصر في الإسلام جموعا وهكذا بدأ الإسلام ينتشر وظلت بلاد المسلمين في ازدهار وبلاد الشام في عمران وثقافة وبناء للحضارة وبناء للمباني وتطورت العلوم والفنون حتى صارت مركزا من مراكز العلم في العالم وزار القدس عدد من الصحابة حتى أن بعضهم مثل ابن عمر رضي الله عنهما ذهب إلى القدس ثم أحرم بالحج من القدس متجها إلى مكة فعظمت مكانتها وعلى شأنها وبلغت الحضارة فيها أوجها وأصبحت مدينة للعمران والثقافة والفكر إن اليهود لم يبنوا في القدس أي حضارة أو ثقافة ما بل بناها المسلمون وعمروها واعتنوا بها أي ما اعتناء هنا التاريخ والمسرى وفخر طيب الذكرى هنا الأبصى هنا الإسرى هنا الأمجاد والبشرى هنا الأمجاد والبشرى هنا التاريخ والمسرى وفخر طيب الذكرى هنا الأبصى هنا الإسرى هنا الأمجاد والبشرى أحاديث وأحداث بأرض الفضل واليسرى يطيب الذكر إن ذكرت وتجلو الهم والعسرى فأرض القدس قد سقيت بنهر الغزو والأسرى فألقي الرحلة مفتخرا بأرض الرسل والمسرى بأرض الرسل والمسرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر